الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تلتأم لتناقش ملفات مهمة أبرزها تحضير الاستحقاقات المقبلة وكذا حصيلة نشاط لحزب لسنة كاملة انعقاد الدورة العادية يأتي في ظرف يعرف شد وجذب بين فرقاء الحزب الذي عرف منح تصاعدي بعد التصريحات الأخيرة للأمين العامي عمار سعداني ضد عبدالعزب الخادم والجنرال المتقاعد محمد مدين غير أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر أن انعقاد الدورة يتم في ظروف جد حسنة بجدول أعمال واضح جدول أعمال يتضمن أربع نقاط النقطة الأولى هي حصيلة المكتب السياسي سيقدمها الأخلامي العام سيد عمار سعداني في تقرير الأدبي طبعا النقطة الثانية تتعلق بالتقرير المالي سوف تقدمه لجنة المالية للحزب النقطة الثالثة عرض وثيقة لجنة الدراسات والاستشراف ونقطة الرابعة تتعلق بضبط استراتيجية تشريعية الفيلمة السبعة عشر وبخصوص المعلومات التي تشير أن معارض سعداني سيحضرون الدورة بكل طرق وسيقتحمون الاجتماع المكلف بالإعلام للحزب الأفلان حسين خالدون يقول إن اللقاء يضم أعضاء اللجنة المركزية فقط دون غيرهم الدورة العادية تعني أعضاء اللجنة المركزية عددهم 501 من 505 لأنه فيه إخوان توفور بيرحمهم وهذا اجتماع تنظيمي يعني أورغانيك يحضروا فقط من يحوزون على صفة عضو اللجنة المركزية الغليان المحتدم والصراع المتواصل بين فرقاء الحزب يتضاعف يوما بعد يوم ما يؤشر أن حرب التبوقع لا تزال مستمرة خاصة وأن التشريعيات على الأبواب